زيكا شباب نزلت الحلقة العشرة من مسلسل ريكا مورتي الحلقة فيها حاجات كتير نقدر نتكلم عليها وده يرجعنا للحلقة اللي فاتت لو تلاحظت لاني ما نزلتش تحليل للحلقة التاسعة وده لان الحلقة كانت عادية وسهلة جدا وشرحة نفسها مفيهاش اي تعقيد ما كنتش عارف هطلع اقول ايه اصلا هيبقى مجرد تلخيص بس من غير اي تفاصيل او شرح وانا بكره التلخيص مكدبش عليك فبس كده ده خلاني ما تكلمش عن الحلقة اللي فاتت بس الحلقة دي مهمة لانها اخر حلقة في الموسم ده وفيها حاجات كتير لازم نتكلم عنها بس كده قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعمه بيساق جدا وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى ويلا بينا الحلقة دي ملهاش مقدمة زي باقي الحلقات هتلاحظ انها مجرد شعار ريك ومورتي عليه زينة الكريسماس وخلاص كده ودي حاجة حلوة نوعا ما ما نكذبش على بعض الحلقة دي لا تقارن نهاية بنهاية الموسم التاسع ومورتي الشرير بيقتل كل نسخ ريك وبيروح لعالم موازي ريك فيه مش اسكى واحد في الكون اللي عجبني ان التركيز الاكتر على الحلقة لريك الشرير ريك الاصلي اللي قتل عائلة ريك بتاعنا حتى ريك الشرير اسمه ريك برايم او ريك الاساسي ريك الاقوى والافضل وزي ما شفنا في نهاية الحلقة دي ريك بيقول لمورتي ان الموسم الجاي كله هيقضوه في استياد ريك الشرير حتى وهو بيكلمه كده بهوس وجنون نفس الطريقة اللي كان بيكلمه بيها في نهاية الموسم الرابع وهو بيقول لمسلسل ريك ومورتي هيستمر المية عام ريك دايما بيبقى فاقد السيطرة في اللحظات المهمة دي ومش هيحل حرفيا ريك الشرير في بداية الحلقة بنشوف ريك بيعمل اهله حلو وبيجيب لهم هداية بيجيب لجيري فيلم اسمه مواجزة في شرع 34 وده فيلم حقيقي بالمناسبة اتعمل سنة 1947 بس اللي مع جيري المراضي فيه ساعتين زيادة ساعتين حرفيا من الملل وبارة عن واحد بيقول اسم الشوارع اللي بيروحها مليون مرة بيدي برضو البث بنته وبث الفضائية صورة ليهم وهم اطفال وهو متصور جنبهم من عالم ما متوش فيه والحتة دي حلوة قوي اخوانا احنا في دماغنا ان ريك بتاعنا مراته وبنته تقتلوا على ايد ريك الشرير ومن ساعتها وهو بيدور عليه اللي مر بيه ريك بتاعنا ما مرش به اي نسخة تانية من ريك بس طلع ريك الشرير كان بيقتل نسخ ريك اللي بيرفضه ينضمه ليه يعني موت مراته وبنت ريك بتاعنا حصل لنسخ كتير زيه وكلهم دلوقتي بيصعوا للانتقام من ريك الشرير ما علينا بيدي المورتي سيف ليزر وطبعا مش محتاجة اقولك ان السيف ده من سلسلة ستار وورز حرفيا جلدوا السلسلة دي في الحلقة وعندهم حق يعني مثلا لما الليزر ويع بشكل عمودي وكمتجه لمركز الارض وهيدمر العالم بالكامل الرئيس الامريكي التاريق على مورتي وقال له ازاي واحد زيك بيلعب بلعبة زي دي سلسلة ستار وورز ديزني فشختها وبقت زبالة وتحولت لبقرة بيحلبوها عشان يرضوا حبة فانز ويزعلوا فانز تانين بالمستوى الوحش اللي وصلوله وعنده حق نوعا ما ستار وورز لما بدأ في السبعينات قصر حرفيا كل الارقام الناس انبهروا باول تلات جزاء وسموها اعظم سلسلة في التاريخ كانت تحفة فنية وحقق مبيعاته بقى تزاكر في البوكس اوفوس تقدر بمئات الملايين الكلام ده خلي بالك من خمسين سنة بعدها جات التسعينات بقى يا معلم وعملوا تلات جزاء تاني والناس ساعتها كانوا مصدومين السلسلة واعت مستواهم ازاي الاول كانت زبالة ومؤرفة لدرجة ان الناس اتقسموا النصين نص مخلص لستار وورز فقرر يبلعها ويتفرج وهو راضي ونص تاني مش مخلص اوي لستار وورز فجلدهم جات بقى معلم الالفية من كام سنة ستار وورز تجددوا لتلات جزاء تاني وهنا الناس انفجرت اللي كان مخلص ابتدى يشتم ويسب والجمهور الجديد لسلسلة فشخوهم كانت سلسلة مملة مليانة نسوية من غير روح ستار وورز الاصلية ورغم انهم جابوا الممثلين الادام اللي عملوا الاجزاء الاصلية بس ده ما شفعش الحد فيهم ومن ساعة ما ديزني اشترت فوكس حولت ستار وورز البقرة حلوب بيمصوا دمها مسلسل ورا مسلسل ورا مسلسل وما حدش بقى مهتم عشان كده هتلاقيهم في الحلقة دي نازلين جلد فيها المهم بنكتشف ان ريك اللي مع اصرته دلوقتي مجرد آلي آلي صنع ريك الحقيقي الحلقة اللي فاتت وزود عنده العاطفة عشان ياخد مكانه ويحب اصرته وريك الحقيقي بيطارد ريك الشرير بدل مكانه معه امتى بالزبط في بداية الحلقة التاسعة لما الفرسان عرضوا على مورتي ياخد السيف وريك الحقيقي قال له لا بس مورتي عمل اللي في دماغه وخد السيف برضه وخده مغامرة في الشمس في الحتة دي ريك اعتبر مورتي مش بيحترمه وقرر ينسحب ويجيب آلي مكانه ومورتي بيدرب ريك بسيف الليزر وريك بيتحول لملابس ده مكتبس بشكل كبير من الجزء التاني لستار وورز لما دارث فيدر ضرب معلمه وتحول لبس قدامه وهم بينزلوا من الأسانسير بنلاحظ في الطابق العاشر ناس محبوسين في مادة سيلة لونها أحمر وده شفناه قبل كده في الموسم الرابع لما ريك كان بيحبس الناس اللي بيكرههم في المادة دي ويدخلهم في محاكاة يعيشوا فيها أحلامهم عمل كده مع الرجل اللي كان بيستخدم الحمام بتاعه بدون إذنه ما كانش بيقتلهم لأنه ما كانش عايز يقتلهم وفي نفس الوقت عايزهم يبعدوا عنه فكان بيدخلهم المحاكاة دي من حركات الفلكس بتعريك وعجبتني فشخ لما قال للعالم بدون اهتمام إياك تلمس معداتي وإلا هتموت ما كانش بيهدده لأ حرفياً أي حد بيلمس المعدات غيره بيموت وده بيبين لك عبقرية ريك وفعلاً أول ما العالم لمسها اتبخر كده وتحول لمادة خضرة البوابة البوادية برضو اللي ظهرت في الحلقة بتاعة الرئيس ظهرت قبل كده في الموسم الثالث بوابة صنعها الجيش الأمريكي تكون محاكاة لبوابة ريك البوادية اللي جاي ده هيدايقنا كعرب بس لازم نقوله أجدعين ريك بيبعد سيف الليزر أحمر وراي الصيف المتجه لمركز الأرض عشان يدمره المهم الصيف اللي أحمر ده جواه زكاء اصطناعي وبينقلب على ريك وبيروح إيطاليا بيقتل هناك مجموعة من المدنيين الرئيس الإيطالي بيتصل بالرئيس الأمريكي عشان يفهموا اللي حصل فالرئيس الأمريكي بيقوله إن السعوديين هم السبب في موت الناس الأبرياء دي طبعاً كل ده ريفرنس لحادثة 11-9 وتدمير بورجين التجارة العالمية عن طريق فريق انتحاري وهجوم إرهابي من بن لادن بعد الحادثة دي بوقت طويل بتظهر وثائق وأدلة بتقول إن المخابرات الأمريكية هم السبب في تدمير بورجين التجارة دول وقتل 3000 من شعبهم وإنهم قالوا إن بن لادن عمل كل ده الوحده عشان يستهدفوا الدول العربية ويبرروا غزو العراء للشعب الأمريكي فريك بيتريق إن أي حادثة إرهابية بتحصل بيكون السبب فيها الجيش الأمريكي وبيلبسوها للعرب المهم ليلة بتكتشف إن ريكل اللي معاهم ده مش ريكل حقيقي وإنه مجرد آلة وبيضمروه وده بيفرح ريكل آلي لإنه مش قادر يتحمل ذنب إنه عايش وسطهم وبيحبهم بس مضطر يجدب عليهم حتى بعد إما مورتي بياخدوا للفضاء وبيهزموا الرئيس الأمريكي اللي عمل نفس غلطة مورتي واقع سيف الليزر لمركز الأرض وهرب بالبيت الأبيض للفضاء قبل ما الأرض تتضمر بالكامل ريكل آلي وهو بيموت بيقول لمورتي إن ريكل حقيقي صنعه عشان يديله الحب والاهتمام اللي ما كانش عارف هو يدهوله وده معناها إن ريكل حقيقي بيحب مورتي وعايز يسعده لدرجة إنه صنع آلي كامل عشان يعمله حلو الحلقة بتنتهي بريكل حقيقي ومورتي بيقولولنا إن الموسم الجاي هيقضوه في مطاردة ريكل الشرير اللي باين إنه أسكى وأقوى من ريكل بتاعنا بكتير وفي المشهد اللي بعد التتري بنشوف شخصية بحبها بوبي بات هول فاكرين الشخصية دي ظهرت أول مرة لما كان فيه حشرات بتزرع جوة عيلة ريكز ذكريات مزيفة أكنهم جزء من الآلة وفي آخر الحلقة بث ضربته بالنار وابتدى ينزف دم وطلع فعلا مش حشرة ولا حاجة وجزء من عيلتهم بعدها بنشوفه بيتعافى وبيعيش لوحده في بيت وبيقوله إنه لها شغل وارتبط ببنته كويسة دلوقتي بنشوفه مفركش وحبيبته سابته وقلبه مكسور وكأي شاب في عصرنا ده قلبه بيتكسر بيعوض الغضب اللي جواه في الجيم وبيلعب رياضة بشكل مكثفه كتير جدا وفي آخر مشهب بنشوفه بيشيل وزن زيادة ورجله بتتكسر في مشهد كوميدي وصوته هو بيصرخ إخوانا قتلني ده بس في نفس الوقت صعبان عليها وبتمنى يدخلوه أكتر في الأحداث ويرجع يعيش تاني مع ريك وعيلته بس كده إخوانا الحلقة كانت حلوة فيها تطور ملحوظ جدا لشخصية ريك ونوعا ما بنشوف جانب ضعيف وحنين منه مكنتش فكر إني أحبه كده غير إنه بقى ليه هدف جديد بيسعيله وهدف قوي كمان بدل ما كان عايش حياته بلا هدف كده ريك الشرير لغاية دلوقتي ما نعرفش حدود قوته وشره وغالبا هيكون أقوى من مورتي الشرير اللي كان جامت فشخ لدرجة إن ريك نفسه ما عرفش إنه شرير غير بعد فوات الأوان والمسبحة اللي حصلت في قلعة نسخ ريك فأنا متحمس لريك الشرير وأتمنى يقدمه عظم الموسم الجاي إن شاء الله بس كده تقييم الحلقة العشرة من ريك نمورتي هو تسعة من عشرة قول لي أنت رايك في الكومنتات يا معلم والأهم من كل ده ما تنساش تعمل لايك لأن اللايك بيدعم وبيسعج جدا وتعمل سبسكرايب لو لسه أول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيات لحبيت الحلقة وحبب المحتوى وتعمل في لوعا الانسة هتلاقيه في وصف الفيديو هتلاقيه برضو مثبت في أول كومنت وبيس